موسيقى يمن الغزالي هاوي تصوير بديت التصوير تقريباً في 2010 لكن ممكن يقول بداية التصوير أصلاً كانت يوم كنت صغير لأن الوالد مصور فاحنا من يوم صغار يعني نشوف الكاميرات ويصورنا من يوم صغار فعنا صور وإحنا صغار وكذا بداية كانت في تصوير طبيعة وبعدين خلال السنوات انتقلت من مجال لمجال آخر مجال الآن داخل فيه هو مجال تصوير الأجرام السماوية والظواهر الفلكية ما عندي لحظة فارقة بالذات اللي خلتني تعمق في التصوير تعمقت في التصوير تدريجي يعني سنة ورا سنة بديت أحب التصوير أكثر لكن في 2018 لما بديت أتعمق في المجال الفلكي كان في صورة في باري بغيت أصورها من زمان اللي هي صورة خصف القمر كانت في 2018 الصورة كان فيها تحدي لأنها كانت في منتصف الليل وكان مدة التصوير واجد طويلة فبعد التقاط هذه الصورة اكتشفت أني أحب كل مراحل التصوير يعني من تخطيط في البداية إلى التقاط الصورة إلى تعديلها وتحريرها يعني كل الخطوات هي اللي خلتني أحب هذا المجال التصوير بالنسبة لي هواية يعني أحس أن أروح أصور لما أبا يعني ما يكون عندي وقت فراغ ولا عندي كذا طاقة فنية أفرغها أروح أصور يعني أحس المصورين يوميتهم دائما خلاص عودت عينهم نشوفوا صور 24 ساعة يمين يسار دائما يدور فرصة للتصوير بما أن التلفون دائما معنا وفي كاميرا فتصوير يعني دائما معنا بداية في المشاركات كانت في 2016 فست المركز الأول في مصابقة التايم لابس بعدها في 2017 شاركت في المعرض الفلكي هنا بالجمعية وفي 2017 أيضا كنت مشارك في مسابقة المتحدثين المحدثين الفنانين من شركة بيهانس وفي ست المركز الأول كم متحدث حصلت جوائز في مصابقات تايم لابس ومصابقات متحدثين شاركت في تحكيم مصابقة الشباب في جمعية تصوير ضوئي لكن أحس أنا كمصور أحب أركز في صوري لأن أحس في النهاية المغزة من التصوير عندي أن أصنع الصور الفنية فأحس صوري هي إنجازاتي نصيحتي لكل المصورين أو لكل الفنانين بشكل عام ثلاث أشياء الشيء الأول تعلم التقف يعني تعلم بقدر الأمكان يعني ابحث عن تصوير عن أساسيات يعني كل أنواع الفنون الشيء الثاني تغذى بصرياً يعني حاول تشوف كل أنواع الفنون حاول تتابع المصورين اللي أنت تحبهم شتري كتب للتصوير يعني حاول درب عينك على أن تشوف لوحات فنية وشيء الثالث اللي هو أهم شيء مارس يعني أطلع ومارس مجالك في الفن سواء كان تصوير ولا رسم ولا أي شيء لأن بالممارسة أنت بتتطور بدون ممارسة ما بتطلع ما بتغلط لأن أنت لما تطلع وتصور وتمارس فنك هذا بتغلط وبتتعلم وبتتطور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر